موسيقى مقتل نمساوي بعد اطلاق النار قرب القنصلية الاسرائيلية في ميونيخ النمسا تعبر عن قلقها ايزاء خطط المانيا لاعادة اللاجئين الى الحدود برلمانو فيينا يناقش الحد الادنى للضمان الاجتماعي في جلسة استثنائية انخفاض اعداد الناخبين في فيينا بنحو 20 الفا عن انتخابات 2019 الاوكرانيون المهجرون في النمسا لا ينون العودة الى وطنهم والنمسا تسجل اشد فصول الصيف سفونة في تاريخ قياس درجات الحرارة اصعد الله اوقاتكم مشاهدين واليكم نشرة الاخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم اطلق نمساويون النار بالقرب من القنصلية الاسرائيلية في ميونيخ حيث وقع الحادث وسط المدينة قرب مركز توثيق النازية وسمع دوي اطلاق النار في الساعة التاسعة صباحا واطلق المهاجم عدة رصاصات قبل ان ترد الشرطة عليه وتوقفه فيما اعلنت السلطات في الساعة الثانية عشر ظهرا ان الخطر قد زال وتوفي المهاجم متأثرا باصابته وتبين ان الجاني نمساوي يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما من اصول بوسنية مقيم في سالسبورغ وكان معروفا لدى السلطات بتورطه في قضية سابقة مرتبطة بالارهاب وانتمائه لتنظيمي الداعش اشتركوا في القناة اعربت النمسا عن قلقها ازاء خطط المانيا لاعادة اللاجئين الى الحدود بين البلدين حيث تدرس وزيرة الداخلية الالمانية نانسي فيزار تنفيذ هذا الاجراء وحذر وزير الداخلية النمساوي جرهارد كارنر من ان القرار سيزيد الاعباء على النمسا التي تواجه تحديات في مكافحة اساءة استخدام نظام اللجوء والهجرة غير الشرعية واشار الى ان طلبات لم الشمل انخفضت باكثر من ثمانين بالمئة هذا العام نتيجة لتدابر الصارمة تشمل زيادة اختبارات الحمض النووي وفحص الوثائق اضافة لذلك يسعى كارنر لمنع تقديم المساعدات الاجتماعية الا بعد خمس سنوات من الاقامة في النمسا عقدت جلسة خاصة في البرلمان المحلي لمدينة فيينا لمناقشة الحد الادنى للضمان الاجتماعي حيث انتقد حزب الحرية النمساوي النظام باستخدام حالة عائلة سورية مكونة من سبعة اطفال وطالب رئيس الحزب دومينيك نيب بان تقتصر المساعدات الاجتماعية على المواطنين النمساويين فقط مشيرا الى ان العائلة تتلقى 4600 يورو شهريا في المقابل دافع الحزب الاشتراكي عن النظام معتبرا انه يوفر المساعدة الانسانية بكرامة وانتقدت الاحزاب الاخرى النظام الحالي ودعت لتعديلات بينما وافق البرلمان على تنظيم المساعدات الاجتماعية على مستوى البلاد وتعديل متطلبات الاقامة للاجئين المعترف بهم اعلنت وزارة الداخلية عن تسجيل مليون ومئة وثمانية وعشرين الف ناخب مؤهل في فيينا لانتخابات المجلس الوطني المقبل من خفاض 20 الف شخص عن دورة 2019 وستفتتح مراكز الاقتراع في الساعة السابعة صباحا يوم التاسع والعشرين من سبتمبر حيث يمكن للناخبين التصويت في الف واربعمائة وتسعة وتسعين موقعا جميعها مجهزة للاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ويجب على الناخبين التحقق من مواقع الاقتراع المحتملة الجديدة ويمكن تقديم طلب بطاقة الاقتراع حتى الخامسة والعشرين من سبتمبر مع امكانية التقديم شخصيا حتى يومين قبل الانتخابات وفي انتخابات عام 2019 كان عدد الناخبين المؤهلين حوالي مليونا ومائة وتسعة وأربعين ألف شخص أظهر الدراسة حديثة أن معظم الأوكرانيين المهجرين بسبب الحرب لا ينهون العودة إلى وطنهم حيث أفاد أربعة وخمسين بالمئة بعدم رغبته في العودة بينما أعرب ثلاثة بالمئة فقط عن وجود خطط ملموسة للعودة وفي الوقت ذاته تحسنت مهاراتهم في اللغة الألمانية بشكل ملحوظ حيث يتحدث 72% منهم الآن الألمانية مقارنة بـ 17% في عام 2022 كما شهد السوق العمل تقدما حيث يعمل 42% من النساء المشاركة في الدراسة بزيادة ملحوظة عن السنوات السابقة وأشارت الدراسة إلى نجاح عمليات الاندماج مؤكدة على الدور الهام لتعلم اللغة الألمانية في هذا السياق شهدت أن نمسا صيفا هو الأشد سخونة في تاريخ قياس درجات الحرارة غير الجبلية منذ 258 عاما حيث سجلت العاصمة فيينا رقما قياسيا جديدا بعدد الأيام الحارة التي تجاوزت 30 درجة مئوية بواقع 47 يوما ووفقا لتقرير هيئة الخدمات الجيولوجية والمناخية أصبحت الليالي الاستوائية مرتفعة الحرارة ظاهرة شائعة في النمسا بعدما كانت شبه معدومة بين عامي 1961 و1990 وارتفع متوسط درجة الحرارة السنوية في النمسا بواقع درجة فاصلة 4 خلال الفترة 1991 و2020 مقارنة بالفترة السابقة حيث أدت الظواهر المناخية المتطرفة إلى خسائر زراعية تقدر بنحو 250 مليون يورو هذا العام ومع نهاية نشرتنا مشاهدين نشكر لكم حسن المتابعة وأذكركم بضرورة تحميل تطبيق انفو برات على هواتفكم كنت معكم أنا أدهم اللي جي أطيب الأوقات إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة